إلى برج المراقبة في الأجواء العراقية كافة هذا نداء عراقي بالكامل يحلق في سماء العراق نحو الشرق والغرب تقلع رحلة الإنجاز العراقي على متن خطوط الإبداع والمهارة والخبرة التي تنطق بها عقول أبناء الرافدين في وحدة المراقبة ترصد العين العراقية الخطوط كافة الطائرة وكابتنها ومهندس الجو والأرض عراقيون جميعا تمر مئة يوم على استلام الكوادر الوطنية العراقية في قسم الملاحة الجوية والمراقبة الجوية للسيطرة على سماء العراقي بالكامل صناعة رحلة كاملة التفاصيل العراقية تبرز جهود النخبة والمهنية تحقق في سجل الحاضر أن الفرص إذا فتحت في سماء البلاد يصنع أهلها المعجزات كابتن هذا النجاح لرحلات الإنجاز هو وزير النقل ناصر الشبلي الذي ينطقها بوضوح حتى أصبحت قصة الإبداع العراقي تهيمن على تفاصيل الملاحة الجوية بلغة عراقية خالصة شعبة AWOS تختص بتزويد المراقبين الجويين بالمعلومات الأنوائية على مدرجي مطار بغداد الدولي وأصدار التقارير حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية لإيكاو إذن ينجح العراق بجهود أبنائه دون الاعتماد على أي شركة أجنبية تتحقق السيادة للدولة وهيبتها في مثل هذه الإنجازات التي طال انتظارها على أبواب العراقيين المسافرين نحو الأفق بعد عاصفة خسارات منعت اليد العراقية من أن تصنع الفقر لكنها تعود اليوم بمائة يوم عراقية وأكثر تهبط رحلة لتغادر أخرى عما قريب بحنجرة عراقية لا يوقفها ضباب المستحيلات جداًبي هناك حيثًاً ترجمة نانسي قنقر